دين التمسوم والحوار بلا جداء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله وأصلي وأسلم على حبيبنا رسول الله محمد وآله وصحبه ومن ولاه الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونوذوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أما بعد ففي هذه الأزمة وفي هذه الأوقات العصيبة نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن المكروبين اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهداية للجميع اللهم آمين موضوع حلقتنا في هذا الوقت إن شاء الله عز وجل وهو وقت قصير بإذن الرحمن لكننا نوجزه لحضرتكم لعل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين إن شاء الله نسمي هذه الحلقة عن السلاح الفتاك السلاح الفتاك هو ما يعني يستخدمه المغرضون والمرجفون يستخدمه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان منذ فجر التاريخ البشرية وهؤلاء يستخدمون سلاحهم الفتاك هذا يعني يوقعوا بالناس ويوقعوا باقتصادهم وبلادهم ونسأل الله السلامة للجميع اللهم آمين يعني حضرتكم في الإشاعات التي تحدث ونسمعها ليلة نهار نساعدين في البيوت ويسمعون إشاعات فيصدقها البعض ويروجها البعض الآخر إما جهلا وإما استعجالا وإما معاطفة عنده بالعاطفة وهكذا فما رأي حضرتكم في إشاعة تقول أسلم 25 ألف طبيب في إيطاليا دخل الإسلام في إيطاليا 25 ألف طبيب فتلاقي الناس الله أكبر اللهم عز الإسلام والمسلمين والخبر ليس بصحيح والخبر ليس بصحيح كذلك أيضا عندنا موضوع المساجد قالوا في الجمعة الماضية يا جماعة الجمعة الجاية خلاص وزير الأوقاف خذ قرار أن المساجد تفتح من أول الجمعة الجاية والناس بدأت تتداول هذا الأمر خرج وزير الأوقاف ونفى ذلك فتلاقي الناس تقولي الشعع وتخرج وزارة الداخلية لتنفي تقولي الشعع تخرج وزارة الصحة تقولي إذا كانت خاصة بأي وزارة من وزارات فنرجو من الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يتثبتوا وأن يتيقنوا قبل نقل الأخبار فبعضهم يعني تكلم في فتح المساجد بعضهم تكلم في أن الإيطاليين ألقوا بأموالهم في الشوارع والخبر ليس له يعني دليل من الصحة خذ بالك إزاي؟ يعني بعض الناس يقولون مصر عندها المصل بس مخبية عن العالم مخبية عن إيه؟ عن العالم وآخر يقول ده أكلة الشلول والفول والطعمية والحاجات دي هي ضد فيروس كورونا خذ بالك الشلول يعني كما يقولون أن هي ملوخية نشفة ويحط عليها لمون ويحط عليها هاتوم وهكذا يقولوا أكلة الشلول خذ بالك هي ضد الفيروسات كذلك أيضا بعض الناس يتكلموا أنها مؤامرة مؤامرة من إحدى الدول الكبرى وبعضهم يقولون أن أمريكا تبالغ في الأعداد التي تذكر عشان خاطر تبين للناس أن هي كذا وكذا وأن هي بريئة من هذا الأمر إزاي يعني تقع اقتصادها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وده خطأ خذ بالك إزاي فدي إشاءة لابد أن تثبت من الكلام يعني عندك مثلا في برج التجارة العالمي لما حدث له ما حدث واخذ بالك خرج الناس الله أكبر مذكور في القرآن الكريم جروف انهار ده شارع بجوار البرج التجارة العالمي كلام كله كان بتكلم عن مسجد قباء ومسجد ضرار الآيات كلها تتكلم عن مسجد الضرار الذي بني وخبلك وهكذا فتحمل النص على غير ما يحتمل فلا بد أن ننتبه ولا بد أن نتق الله جل وعلا في نقل الأخبار فإياكم إياكم يا عباد الله واحذروا واحذروا الإشعات فالإشعات هدامة قال الله عز وجل وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ قال تعالى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الناس العلماء أخبرك وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم عارفين إمتى يقول الكلام وإمتى لا يقال والله عز وجل ينادي على أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها في سورة الحجرات بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا يعني تثبت من الخبر قبل أن تنطق قبل أن تقول للناس فتثبتوا فهذه آيات الله جل وعلا تأتي منصوص أو تأتي بالنص القطعي لابد أن نتبين ولابد أن نتيقن قبل نقل الأخبار والمصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وعند البخاري في الأدب المفرد بئس مطية الرجل زعمه يقول لك أنا سمعت بيقوله ورخي بلك مصادر موثوق منها قال مصدر مسؤول لما تسمع الكلام دا اسم يعرف إن دا مالوش دليل نصح لما أقول لك مصدر مسؤول يقال قبلك والنبع صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كره لكم ثلاثا ومنها قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال والمصطفى عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مش كل حاجة نسمعها يا ناس ننقلها فده عند الإمام مسلم أن المصطفى قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أما عند أبي داود في ريوان كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع مش كل حاجة نسمعها ننقلها فلما تسمع كلمة قال بعضهم زعموا مصادر مطلعة مصدر مسؤول كل دا بيهد في بلدنا بيهد في دينا بيهد في أمتنا لابد أن نتاقل لها جل جلال الله سبحانه وتعالى فهدف المروج هدف مادي راجل عايز فلوس أو أنه هو راجل عايز مثلا سلطة أو أنه هو عايز شهرة فالناس يعني يقولوا آه فلان دا ما شاء الله بيجيب لك المستخبية وإلك أن مصر عندها مصر ومخبية على الناس ففلان هو اللي عارف يا سلام يعني فلان دا هو مصر مثلا فلان دا هو البلد لا فده بيبقى ليه غرض غرض أنه يهدم العزائم غرض أنه يخوف الناس يقلق الناس ناس كده كده خيفة والآن أو أول ما تسمع أي خبر بتصدقوا بسرعة يعني لا سيامة في هذه الظروف التي تحياها هذه الأمة نسأل الله السلامة لأن بعض الناس أول ما يجيبوا الخبر يجي له خبر كده يسمع أو يقرأه فيزود عليه أو ينقص منه دا في ناس يعني متخصصة في كده يزود أو ينقص في الكلام أو أنه هو يضيف من عنده إضافات بسواء باب العاطفة أو بفكر معين أو الصياغة مش عجبة فيصغها بطريقة بطريقة معينة هتلاقي عندك في التاريخ نمازج حدثت في إشاعات يعني منذ أن خلق الله الخريقة وإلى قيام الساعة يعني عندنا سيدنا يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين السوء يا جماعة كانت شائعة إنه هو رجل مش شريف أو إنسان مش كويس واخبالك يعني لمين عشان خاطر مرأة العزيز كذلك عندنا السيدة مريم العذراء عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنها عليه السلام يعني اتهم بأنه ابن زنا وأنها وقعت في جريمة الزنا فكانت الشائعة واخبالك على السيدة مريم الطاهرة البتول عليها السلام كذلك أيضا عائشة الصديقة بنت صديق الطاهرة بنت الطاهر زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة بن المصرق لما اتهمت بالزنا مع سيدنا صفوان والذي اتهمها عبد الله بن أبيل سلول عليه من الله ما يستحق ومع ذلك يعني أنزل الله براتها لقد أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الشائعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بالكلام كلام الناس اللي شعديت تأثر منه حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن نحذر إذا كان رسول الله مصطفى يأثر بالشائعة لأنه مجلوش خبر من السماء يبرئ السيدة عائشة رضي الله عنه وارضها يعني فكان متأثرا فلما نزل آيات سورة النور برأها الله عز وجل بعشر آيات تتلى إلى قيام الساعة كذلك أيضا في غزوة أحد يعني أشاع المنافقون والمشركون أن محمد عبد الله عليه الصلاة والسلام قد قتل فهزم بعض المسلمين ممن كانوا يدخل الإسلام حديثا وقبلها فألقوا بأسلحتهم لكن الصحابة الراسقون في الإيمان الذين عاشوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فهموا القضية وقالوا موتوا على ما مات عليه رسول الله وبدأوا يعني يحاربون المشركين حتى نصر الله الإسلام وأعز الموحدين عندنا أيضا في نمازج أخرى كثيرة جدا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن فلانا يتكلم فيك ويقول كذا وكذا قال يا هذا انتظر حتى ننظر في أمرك فإن كنت كاذبا وقع عليك قول الله عز وجل أو صدق فيك قول الله يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا وإن كنت صادقا وصدق فيك قول الله عز وجل هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك قال العفو يا أمير المؤمنين هو ذا اللي احنا عايزينه لما تسمع خبر لا بد أن هو كاذب يئمن وصاد فلا بد أن تتحرى الأخبار ولا توقعوا بلدكم في مثل هذه الأمور يعني لذلك في زمن الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى جاء إلى مصر من الشام ليجمع الجموع ويحارب التطار عارف التطار خدوا الكلام ده أو السفر ده وعملوا إشع وقالوا إن ابن تيمية خاف من التطار وفر بنفسه من الشام مهاجرا إلى مصر أو هاربا إلى مصر ثم عاد بعد ذلك بعد فترة لما جيش الجيوش رأى الله عنه أرضاه كذلك أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في بلاد كثيرة جدا يشعب أنه يكفر المسلمين ويستحل دماء المسلمين والرجل بريء من ذلك أنا لا أقول هذا تعصبا لمنهجه رحمه الله تبارك وتعالى لكن تبيينا للحق حتى أن تجد أن بعض المسلمين يظنون أن الجماعة الوهابية ناس كفر وهم أشدوا من أهل الكفر على أهل الإيمان رجل تاجر مسلم في الهند يعني حصلت خصومة بينه وبينه هندوسي فأشاع إشاعة بين الناس من الهندوسي أسلم وأصبح وهابي فذهب بعض المسلمين الناس اللي حطين أن الوهابية دوله محمد بن عبد الوهاب كفر ذهبوا إليه وهدموا محله وأحرقوه حتى جاء الرجل وقال والله ما أسلمت والله ما دخل في الوهابية إني على الهندوسية والعزو بالله رب العالمين فتخيل وصل الأمر إلى هذا لأن الإشاعة شيء فتاك سلاح فتاك نسأل الله السلامة للجميع حتى تجد أن بعض الأخوات الفنانات لما ربنا يهيها وتبع عليها وتلبس الحجاب وتقول لك أنا خلاص أنا أعتزل فن وكذا وكذا يبدأ الإشاعة يقول لك إيه أصلا تقبط فلوس أصلا تاخد فيبدأ الشيطان لا خلاص أنا هوري للناس أنا ما ببتش أنا هطلع تاني أخي بالك إزاي شفت وصل إيه عشان العناد ويصل الأمر بهذا حتى يعني تطرق توبتها وعوبتها وحجابها وتقواها لله رب العالمين بمجرد إشاعة لأن الإشاعات هذه والعياذ بالله رب العالمين كم دمرت من مجتمعات هذه الإشاعات كم هدمت من أسر هذه الإشاعات كم فرقت بين الأحبة كم أهضرت من أموال كم ضيعت من أوقات كم أحزنت من قلوب كم أقلأقت من أبرياء وحطمت أظماء وعلماء كم أشعلت نار الفتنة الإشاعات ديت كم أشعلت نار الفتنة كم نالت من علماء في العصر الحديثي والعصر الماضي وفي كل زمان ومكان كم سببت في جرائم وحروب عالمية وإن الحروب تبدأ بكلام يعني الحرب دايما لما تبدأ تبدأ بكلام وإشاعات واتهامات وغير ذلك فكم هزمت هذه الإشاعات من جيوش فهي ألغام معنوية وحروب نفسية بحرب نفسية بحرب بها ووراها أخلي بالك أطباء وعلماء ومفكرين ناس بتفكر إزاي الشعوب المتخلفة والشعوب اللي هي تعبانة اقتصادياً وسياسياً وغير ذلك يعني إزاي الإشاعات دي هتعمل فيهم إيه فهذه ألغام معروية وقنابل نفسية ورصاصات طائشة فهي أخطر من يعني الحرب التي تكون بالأسلحة بل تهدم الدين عند البعض بعض الناس تبدأ الإشاع فتخليه يهدم الدين ويشك في دين الله تبارك وتعالى فهي أشد من القتل قال الله جل وعلا والفتنة أشد من القتل لأن القتل تزهر روح واحدة لكن الإشاعة تهدم مجتمعاً بأكمله والعياذ بالله رب العالمين طيب موقف الإسلام بقى من خطورة الإشاعات أو موقف الإسلام من الإشاعات ماذا يعني قال الإسلام الإسلام جعل أن الكلمة لها خطورة فالله عز وجل رب العباد أمر بحفظ اللسان وحرم القذف والإفك وتوعد مروج الشائعات بالعذاب الأليم فقال جل جلال الله في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويقول رب العباد سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب مجرد كلمة بس تقولها أو مجرد يعني تكتب بوست مثلا على الفيسبوك أو مجرد تقول يعني تعمل برنامج أو غير ذلك وتشيع شائعات في المجتمع أنا أحذر الجميع من الشائعات فالشائعات تهدم المجتمعات فاتقوا الله يا عباد الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال جل وعلا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ورب العباد يقول في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أنت مسؤول عن سمعك وبصرك عن كلامك عن حركاتك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وجعل الله عز وجل الكلام كلمة طيبة أو كلمة خبيثة فشبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فمثل الله عز وجل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لذلك جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج الفم والفرج هكذا وضح المصطفى عليه الصلاة والسلام فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق فالتقوى الله يا عباد الله فالتقوى هي السلاح الأقوى التقوى هي التي تنجيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بإذن الله لذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام ينبهك وينبهك قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله عز وجل بها الدرجات العلا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يقول لك ده احنا بنهرم ده احنا ابنتكلم كده احنا بنقول لي يعني احنا عادينا نسلل أعضاء أعدين نسأل نفسنا نكتب كلمتين على الفيسبوك وخلاص لا وإن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار سبعين خريفة أياذا بالله رب العالمين ولذلك لما سأله معاذ يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به وإحنا يا ربنا عزي الله حسبنا على الكلام اللي بنتكلمه قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ما هي دية يا ابن الحصيدة بتاعتك هو إسلامك إيه العمل يعني إسلامك ده مجرد عمل مكون من حكتين إما كلام وإما أفعال فشطر العمل نصفه كلام ونصفه إيه أفعال فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في ناري على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم هكذا وضح المصطفى عليه الصلاة والسلام فيا عباد الله يا أحباب رسول الله بكلمة يدخل العبد الإسلام وبكلمة تخرج من الدين بكلمة تحل أو تصبح المرأة حلالا وبكلمة كلمة الطلاق تصبح حراما ولأياذ بالله رب العالمين بكلمة تقوم الحروب بكلمة تهدأ النفوس وتهدأ الحروب بكلمة واحدة الكلمة دية يعني الكلام مواش يعني أمر سهل ولا يعني يمر هكذا إنما الكلمة تهدم أو تبني يعني كلمة واحدة بس فلا تستهينوا بالكلام يا عباد الله فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه حتى يستقيم قلبه مش إيمانك عمر ما هيستقيم إلا لما القلب يستقيم ولا يستقيم قلبه إلا أن يستقيم لسان أو حتى يستقيم لسان اللسان ده عام زي المغرفة لما تحط المغرفة مثلا في طبق في عسل هتجيب لك عسل ولما تحطها مثلا في شيء آخر هتطلع لك الشيء الموجود ده فهي كالمغرفة تغرف من القلب فإن كان في القلب خير للبلد وخير للدين ويعمره الإيمان فإنه لا يخرج إلا طيبا وإن كان فيه خبث وفيه نفاق وفيه يعني كره لبلدك ودينك ووطنك تجده يشيع الشائعات ولا يتثبت والله عز وجل قال فتبينوا لذلك لقمان الحكيم رحمه الله تبارك وتعالى كان يعني قال أحدهم له يعني اذبح لي شاة واتني بأطيب ما فيها فذبح له شاه وجاءه باللسان وبالقلب القلب والإيه واللسان فقال هذا أطيب ما فيها قال نعم ثم بعد فترة قال له اذبح لي يا شاة واتني بأخبث ما فيها أو ألقي أخبث ما فيها فألقى القلب وألقى اللسان قال سبحان الله في المرة الأولى أتيت لي بالقلب واللسان وقلت هذا أطيب ما فيها وفي هذه المرة ألقيتهما وقلت يعني هذان أخبث ما فيها قال يا هذا إنهم طابا فأصبح طيبين وإنهم خبثا فأصبح خبيثين على حسب يعني معاملة الإنسان فيصبح لسان إما لسانا خبيثا وإما لسانا طيبا مكرمة ذا بكلمة واحدة يا راجل يعني يصلح الله حالك بكلمة واحدة أن تتوب إلى الله عزيلا أليس بهذه الجريحة تذكر الله أليس بهذه الجريحة تقرأ القرآن أليس بهذه الجريحة تطيب خاطر الناس أليست بهذه الجريحة تتكلم كلاما طيبا يرفعك الله بها الدرجات وبهذه الجريحة يكفر الإنسان وينافق ويكذب ويفعل ويفعل الأفعيل فاحذروا اللسان يا عباد الله واحذروا القلم الصحفيين الجماعة الصحفيين لابد أن يحذروا وأن يتثبتوا وأن يتقوا الله عز وجل في نقل الأخبار طيب ده موقف الإسلام من خطورة الشائعات أنه توقف عند الكلمة وتوقف عند الشائعات موقفا حاسما وحرم ترويج الشائعات فيا ترى ما العلاج يعني إحنا هل فيه علاج لهذه المشكلة المؤضلة نعم اسمعه إلى حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال والحديث عند الإمام التلميزي قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه كل واحد يخليه في حاله ناسه كل واحد يخليه في حاله فده علاج نافع جدا أن الناس يعني تتق الله عز وجل وينشغل بعبادته ينشغل بإيمانه ينشغل بأهله طيب حضر والله عز وجل يقول من العلاجات وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال عز وجل في سورة النمل قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وقال جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي غزوة الأحزاب أرسل رسول الله السعدين ليتدى من خبر أن اليهود نقضوا العهد بل ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ليتأكد بنفسه فلا ننهزم من داخلنا ولا بد أن نأخذ منهج اسمع مني ولا تسمع عني إنت عايز تعرف خبر عن الأوقاف اسمعه من وزير الأوقاف نفسه من وزير الصحة حاجة في الصحة تسمع عنه وزير الصحة وهكذا ففي نهاية اللقاء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه حسنا وأسأل الله عز وجل لهذه القناة أن يحفظها وأن يحفظ العاملين عليها وأخص بالذكر الأستاذ جمال والأستاذ حمدي أحمد والأساتذة الأفضل أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأولادكم ومحبيكم وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أشكر لكم حسن استماعكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته